سلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد اليوم وبناء على طلبكم صورت لكم طريقتي بإعداد القهوة طريقة وسيطة ولذيذة إن شاء الله جربوها وتعجبكم مثل ما تعرفون القهوة أو القهوة تختلف طريقة عملها من بلد لبلد وأحيانا من عائلة لعائلة حتى لو ساكنين بنفس البلد إن شاء الله جربون هاي الطريقة وإن شاء الله تعجبكم قبل ما نبدي إذا كانت هاي زيارتكم الأولى للقناة أتمنى تشتركون بقناتي وتفعلون الجرس حتى توصلكم إشعارات في كل مرة أنزل بيها فيديو جديد نقول بسم الله ونبدي بطريقة العمل رح نحضر اليوم فنجانيا من القهوة وأنا أستخدم قهوة العميد الوسط لكل فنجان قهوة أضيف ملعقة كوب مليانة من القهوة مع ملعقة وربع من السكر لكل فنجان من القهوة بما أنه وأنا إذا أحضر فنجانيا من القهوة فضفت ملعقتين كوب كبار من مسحوق القهوة مع ملعقتين كوب ونص من السكر الملعقة اللي تستخدموها لقياس القهوة نفسها تقيسون بها السكر رح أضيف أيضا فنجانيا من المي نفس الفنجان اللي حتقدمون بي القهوة تقيسون بي المي هذه المقادير كلش مضبوطة لا هي مرة كلش ولا هي كلش حلوة تنطيكم قهوة مضبوطة وطعامها متزن وكلش طيبة إن شاء الله جربوها وتعجبكم رح أخلط هسه المكونات على مهن وحاولوا من تخلطون يعني من الحافات لاحظوا هسه شلون آني ده أخلطها من الحافات حتى نبقى محافظين قدر الإمكان على الوجه به الشكل هذا اللي ده شوفوا هسه صارت جاهزة رح أخليها على نار هادئة كل ما تكون النار هادئة يطلع طعم القهوة كلش طيب هسه رح أنتظر بعد دقيقة وحدة وأقلبها تقليبة وحدة فقط قبل ما تغلي حتى ما يصير عدنا حبيبات راكدة وكل القهوة الذوب وتنطبخ عدنا مثل ما نقول هسه لاحظوا حركتها بعد مرور دقيقة أول ما شفتها رح تبدي تحمي حركتها على مهن به الشكل هذا اللي ده شوفوا بعدين تركتها على نار هادئة إلى أن تبدي تغلي بدت هسه عدي الحافات تقلب لا تخلوها تقلب على نفسها حتى نبقى محافظين على الوجه مجرد تشوفوها به الشكل هذا بدأت ترتفع نطف النار ورأسا نقدمها طبعا بالنسبة لصديقاتي وحبيباتي المبتدئات فمن أنصب القهوة أو أي مشروب ساخن من هالنوع لازم نقسم الوجه به الشكل هذا اللي ده شوفوا حتى كل الفناجين أو الأكواب يصير بيها رغوة أو وجه به الطريقة هذي اللي ده شوفوها لأن القهوة بدون وجه ما تسمى قهوة صارت فناجينة جاهزة إن شاء الله جربوها وتشربوها بألف صحة وعافية اللي حبي يقدمها ويا التوفي اللي حبي يقدمها ويا النستلة اللي حبي يشربها ويا التمر أكو هسا أنواع جديدة لعمل القهوة يخلطون التوفي وياها والماكنتوش أنا شوفي شي نخليها ويا القهوة والناس يتاكلها أحسن ما نسوي هاي الطرق الصعبة والطويلة اللي ده يحضرون بيها القهوة طريقة عمل القهوة تقليدية وعلى أصولها إن شاء الله تجربون هاي الطريقة وتعجبكم هذه كانت وصفتنا لهذا اليوم بناء على طلبكم إن شاء الله يكون الفيديو أجابكم إذا حبيتوا لا تنسون اتخلوا لي لايك وتشاركوا بين الأصدقاء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء